بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم أحبتي و أسادتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أطيب الأوقات و أنفعها نتمناها لكم و أنتم تصحبوننا في محطات جديدة من برنامج محطات معرفية يصحبنا إليها سماحة السيد طلال الحكيم فاسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمكم و باسمي بسماحة السيد أهلا وسلم بكم سماحة السيد محطتنا الأولى كالعادة هي المحطة القرآنية عندما نتابع آيات القرآن الكريم في مسألة العذاب و مجازات الإنسان بالمثل نجد هناك بعض الآيات تتحدث عن أنه هناك تسوية في العقوبة و لكننا نجد في آيات أخرى هناك عملية مضاعفة مثلا عندما نقرأ سورة الأنعام آية 160 بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها و في سورة الشورى الآية 40 و جزاء سيئة سيئة مثله طبعا هذه واضحة في أن هناك موازنة في العملية لكننا عندما نأتي إلى سورة هود الآية 30 يضاعف لهم العذاب و هناك واضحة في مسألة المضاعفة في سورة الفرقان يضاعف له العذاب يوم القيامة في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و كيف يمكن أن نوازن و نفهم هذا الفرق في قضية التعاطي مع الذنوب سنتم دايتين تعيي طيب لكم و معطرة إلى السادة المشاهدين الكرام طبعا هناك ثمت فلنقول في الآيتين الشريفتين هناك لكل آية هناك موضوع تتحدث عنه و هناك جنبة خاصة تختلف عن الجنبة الأخرى سادة في الآية في آية الأنعام مثلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها مثلا و من جاء بالسيئة فلا يجزة إلا مثلها هناك تتحدث على أن مجازات السيئة هي أيضا ماذا السيئة بوضعها الطبيعي أنه هذا من ألطاف الله و من منن الله تبارك وتعالى و من رحماته أنه ضاعف الحسنة بعشرة و جعل السيئة بواحدة ما يوهم من الاختلاف و من التناقض الموجود في سورة هود أنه في قوله تعالى يضاعف له العذاب هذه الآية لو وجدت سياقها في الآية السابقة لها في الآيتين السابقتين لها تجد أن هناك كثرة أعمال سيئة و قبيحة هناك كثرة مجترحات كثرة ذنوب فكأنه لما قال تعالى يضاعف له العذاب هذه المضاعفة لأنه ليس ذنبا واحد حتى يعطي لها ناشئة من الذنوب المتراكبة من كثرة المجتريحات من كثرة تلك المعاصي فبالتلالي كل معصية سوف يأخذ ماذا استحقاقها كل معصية سوف تأخذ ذنبها هذا من الجهة الكمية سوف أتحدث أيضا من الجهة الكيفية أن هناك مضاعفة من الجهة الكيفية هذا حسب العمل لكن من الجهة الكمية إن وجدت آية تتحدث عن مضاعفة كما في آية هود و آية الفرقان فهذا لأن هناك كثرة ذنوب كثرة معاصي كثرة مشترحات فبالتالي سوف يكون لكل ذنب له ماذا سيئته له أنه حسابه له درجته من العذاب ماشي على ضمن وجزاء سيئة سيئة مثلها ماشي على سورة الأنعام مثلا من جاب الحس فلا هو عشر ومن جاب السيء فلا يزأ إلا مثلا ماشي على هذا مثلا في سورة الفرقان قلت في قولي تعالى في آية 69 يضاعف له العذاب يوم القيامة هذه الآية من هو الذي يضاعف له العذاب يوم القيامة تعال إلى الآيات السابقة قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر في سورة الفرقان آية 68 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ها هنا ماذا ثلاثة تركات لكن ثم قال ومن يفعل ذلك الآن ومن يفعل ذلك يعني من أنه يدعو مع الله إلها آخر ومن يقتل ومن ومن يزني فهنا ذكر ثلاثة موبقات ثلاثة مشترحات ثلاثة معاصي كبيرة فلما يأتي بعد ذلك ويقول ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة لأنه يدعو مع الله أولا وقتل النفس وأنه زنى فهو ثلاثة موبقات فالمضاعف نتيجة أن المشترحات كثيرة هذه في سورة الفرقان في سورة هود أيضا ذكرت أنه هناك مضاعفة عذاب وكأنه ما يهم خلاف القاعدة القرآنية من أنه جزاء سيئة سيئة مثلها في سورة هود في آية في آية عشرين في قولي تعالى مثلا أنه يضاعف له العذاب ما كانوا يستطيعون نسموا ما كانوا يبصرون هذه الآية تعالى وقرأ الآيات التي قبلها ماذا قال تعالى مثلا في آية ثمنتعش قال الذين في قولي تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم شوف شوف الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله سعدك كذبوا على ربهم الذين يصدون عن سبيل الله هذه اثنين ويبغونها عوجا هذه ثلاثة وهم بالآخرة هم كافرون هذه أربعة أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب لأنه أربعة مشترحات هذه السلسلة من الذنوب والمعاصل والمبقات الكبيرة من الكذب على ربهم ومن الصد ومن أنه يبغي في الأرض الفساد والعوج وبالآخرة كافر بالمعاد فستكون مضاعفة من جهة الكمية لا تكون هناك مضاعفة من جهة الكمية وقد يكون هناك مضاعفة من جهة نوعية وجزاء سيئة سيئة مثلها نعم لكن كل بحسبه سيد الكريم كل حسب السيئة ها هنا قد تكون هناك هي له إعقاب واحد وماشي علىها لأنه ما نفترض أنه لا توجد كثرة مشترحات لا توجد كثرة ذنوب ومعاصل هو ذنب واحد ولكن هذا الذنب قد يكون ماذا عذابه وماذا من جهة نوعية مغلط مشدد لماذا هذا أين قد تصل لي أي ذنب مثلا أحسنت أي ذنب مثلا الذي قد يضاعف له العذاب هذا يختلف مثلا ذنب مثلا الكفر بالله ذنب القتل من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا مثلا أو قضية الزنة والعذب الله أو قضية الربا أنه فأذنوا بحرب هذا المرابي أنه محارب إلى الله تبارك وتعالى فهذا حسب الذنب قد هذا الذي يسن السنة السيئة هذا عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ها هنا يعني أنه أوزارهم كامل يوم القيامة ومن أوزار الذين ماذا الذين ظلوهم هؤلاء الذين أنه عملوا بهذه سنتهم السيئة قد يكون لا سيد الكريم قد يكون الذنب صدر من صاحب المكان المرموقة صاحب المكان الاجتماعي كما هو الحال في نساء النبي صلى الله عليه وليس هذا من باب النموذج والمثال ولهذا ماذا قال تعالى من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وضعفين وكان ذلك نستنك أحد من الإنسان العذاب الأول من جهة الشخصية والعذاب الثاني من جهة ماذا من جهة أنه أضلت مجتمع أضلت مجتمع ها هنا هذه الجهة الثانية لأنه استغلت مكانتها المرموقة وعلاقتها برسول الله صلى الله عليه الوالد فهذا ماذا سوف إذا كانت هي صاحبة سنة سيئة وكانت إنما هي صاحبة فاحشة هذه سوف ماذا تظل خلق كثير أم لا تظل خلق كثير تظل خلق فبالتالي ذنبها الشخصي وذنب الذي ماذا ذنب الناس هذا ليس فقط بالنسبة إلى أنسى النبي كل صاحب مكان العالم مثلا لا يقول الإمام سلام الله عليه أنه لا يغفر يغفر الله أنه المولى تبارك وتعالى يغفر للجاهل سبعين ذنبا نعم واضح حتى يغفر إلى العالم ذنبا واحد قبل أن يغفر إلى العالم ذنبا واحد يغفر إلى الجاهل سبعين ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحد يقول إمام البقر إن الله يداق العباد على حسب ماذا على حسب عقولهم على حسب ما تهم من العقل يداق العباد يهم القيام في الحساب هذه المداقة على حسب ماذا؟ على حسب ما تهم من عقول كذلك قد الاستهان بالنسبة يقول إمام كبري أمام سلام الله عليه إن أشد الذنوب فتلاحظ بأن هناك مضاعفة نوعية ومضاعفة كمية ما استهان به صاحبه هذا الذي يستهين بالمعصي أو مثلا صاحب الطغيان وصاحب أن هذا المتمرد على الله هو الطاغي فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجعيمة هي المأوى هذا مثلا صاحب الطغيان الذي مثلا فأنا يقول لا يعني لا يبارز الله تبارك وتعالى بالتالي لا مضاعفة هناك في البين وإنما هو تعداد للذنوب أو بحسب نوعية الذنب الذي يختلفه الإنسان عسنا فبكثرة المشترحات تكون هناك مضاعفة مثلا من الجهة الكمية وقد ذنب واحد ويكون له جزاء واحد هذه من الجهة النوعية أحسنتم سلام عليكم محطتنا الأخرى هي محطة نهج البلاغة في حلقة سابقة تحدثنا عن عهد أمير الممني سلام الله عليه إلى مالك الأشتر حين ولاه مصر وتحدثتم في مسألة تقوى الله كبند أساسي هل لكم أن تزيدون من هذا العهد نعم ذكابا حسنتم أن هذا البند أو أن هذا العهد اجتمل على ما يقرب من أربعين بندا أربعين ذخيرة إلى الوالي ممكن أن يتكز عليها ويسند عليها لكي ما يقود الرعية إلى المدينة الفاضلة وإلى أنه فلنقل إلى تلك الدولة الكريمة هناك بعد أن ذكر ذخيرة تقوى الله وذخيرة العمل الصالح ذكر بندا مهمة أستاذ أحمد في أيضا هذا مستل من قوله عليه السلام إلى مالك الأشتر عندما قال وَأَشْعَرْ قَلْبَكَ هذه تتم إلى ما سبق في الحلقة السابقة وَأَشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَالْلُطْفَ بِهِمْ حب الرَّعِيَّةِ لَكَ أن تعنون هذا البنت بين قوسين أن حب الرَّعِيَّةِ وإن كان على نحو التكلف وإن كان على نحو التكلف أحسنتم ماذا قالوا وَأَشْعَرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَالْلُطْفَ بِهِمْ شوفوا العبارات وَاللُطْفَ بِهِمْ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعَنْظَارِيًا تَغْتَنِمْ أُكُلَهُمْ تتدور زلاتهم واخطاهم لكن بلا أن يكون ماذا بلا أن يكون تفريط لأنه حتى يكون هناك فلنقول مهابة إلى قانون يعني رفق وشدة وطبعا سوف يشير أيضا إلى هذا البنت الرفق وشدة لكن نحن الآن سوف يحب الرَّعِيَّة قال وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعَنْظَارِيًا تَغْتَنِمْ أُكُلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صَنْفَانُ إِمَّا أَخُلْ لَكَ فِي الدِّينِ رَعِيتَكُ إِمَّا أَخُلْ لَكَ فِي الدِّينِ وَإِمَّا نَظِيرَ لَكَ فِي الخَلْقِ هذه دولة المواطنة نعم دولة الإنسانية هذا دولة الإنسانية لا يفرق علي بن أبي طالب بأن هذا أزيدي هذا سني هذا شيء هذا ما دام بأنه أنت فلنقول الوطن الواحد وضمن الرعية الواحدة إما أخذ لك في الدين وإما نظيره لك في الخلق فقد استوجب حق المواطنة فقد ماذا استوجب منك حقوق كاملة حق الإنسانية الذي يتخطى حق المواطنة أحسنت الذي يتخطى حتى حق المواطنة أحسنت نخلينا بالمواطنة أقل التقادير فلنقل ثم قال هذا كما قلنا في كلام له سلام الله عليه ثم أيضا ذكر بندر رابعا كما قلنا أربعين بدنا نأخذ بعضا منها ذكر الرفق والشدة هذا أين من أين نستله نستله من قوله فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك أنت فوقهم ولكن الله أيضا من ورائك الله أيضا ماذا من فوقك والله فوق من ولاك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم وأنا فأعطي من عفوك إشارة إلى أنه ماذا أنه أنت طبعا ما أرسله على نحو فلنقل أنه بحيث حتى لو تجاوز حتى لو خالف القانون لماذا؟ أنه إلى مقدار معين لأنه له كلام سلام الله عليه أيضا له قال إلى والي آخر عندما قال له فاستعن بالله على ما أهمك وأخلط الشدة شوف هذا التعبير وأخلط الشدة بضخث من اللين وارفق ما كان الرفق أرفق وأعتزم بالشدة حتى لا تغني عنك إلا الشدة يعني في مواطنة التي تحتاج إلى صرامة عندما تضطر من اللجوء إليها فهنا يكون الشدة وأما ذا لا في المواطنة التي تحتاج يعني ما يكون حاجة إلى أنه مثلا أنه تكبر المسألة أكبر من حجمها مثلا في المواطنة التي تحتاج إلى رفق وليين أنه هذا بندل الرفق أحصل لك نأخذ فاصل ونعود بعده ماشي إن شاء الله أحبت المشاهدين فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا إذ قال ربك للملائكة اسجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقدوا لما رأوك بصلبه سجدوا فأنت بكل ما يعني الوجود محمد بكل ما يعني الوجود محمد من جديد عدنا وياكم أحبة المشاهدين وحلقة اليوم من برنامج محطات معرفية وقد وصل بنا الكلام إلى محطة البلاغة والأدب العربي سمحت سيد في من المفاهيم المصطلح عليها في فن البلاغة مصطلح ائتلاف اللفظ مع اللفظ وائتلاف اللفظ مع المعنى ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الائتلافات الموجودة؟ هذا المصطلح أو هذا المفهوم يسمى له تسمية أخرى أيضا في عرفي في إصطلاحي أهل البلاغة يسمى مراعاة النظير هذا الائتلاف بين اللفظ واللفظ أو الائتلاف بين اللفظ المعنى يسمى يضرب مراعاة النظير وما هو مراعاة النظير أو ما هو ائتلاف اللفظ مع اللفظ في الكلام ائتلاف اللفظ مع اللفظ أستاذ أحمد أنه يجمع المتكلم في كلام واحد بين ألفاظ متناسبة منسجمة متناسقة هناك نحو من التناسف فيما بينها مثلا هذه الألفاظ كلها على سبيل المثال مأنوسة الاستعمال مألوفة مشتهرة فيجمع بينها جميعا في كلام واحد أو العكس بالعكس كلها غريبة كل هذه الألفاظ في هذا السطر الواحد وفي هذا الكلام تلاحظ أنه المتكلم أبدع في أنه سبك وجمع الغرائب مثلا من قوله تعالى في قول تعالى في سورة يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا هنا في هذا السطر في هذه الآية لحظ المولى تبارك وتعالى جمع كم غريب أولا جمع أغرب حروف القسم وهو التاء طبعا معنى أغرب يعني قليل الاستعمال بالقياس إلى الباء القسم بالباء بالله والقسم بألواء والله لكن القسم بالتاء تالله هذا أقلها استعمالا هذا أولا جمع الغريب الأول أنه جاء بحرف التاء تالله وضم إلى هذا الغريب غريبا آخر حيث جاء بأقل الأفعال أخوات كانة التي ترفع الأول وتنصب الثاني جاء بأغرب الأفعال التي من أخوات كانة وزالة وهي تفتأ ما فتية ما فتية تفتأ يعني لا تزال بمعنى لا تزال ما زلت ما كنت يعني لا زلتها هنا لا تزال تفتأ تذكر يوسف يعني لا تزال تذكر يوسف بهذا المعنى فما جاء بزالة ما قال لا تزال قال ماذا لا تفتأ واضح قال هنا تالله تفتأ يعني ما زلت أنك تذكر لكن ما جاء بزالة جاء بماذا بأغرب فلنقول للألفاظ التي أقلها استخداما وهو تفتأ هذا الغريب الثاني والغريب الثالث عندما قال حتى تكون حرضة حرضة يعني هالكا لكن ما جاء بالألفاظ المرادفة للفظة الهلاك المأنوسة الاستعمال والكثيرة الاستعمال والمجتهرة الاستعمال جاء بأقلها استعمالا وهي ماذا حرضة بمعنى هالكا فالتاء أقلها من حرف القسم وأقلها من أخوات زالة وحرض أقلها من ألفاظ الهلاك هذه كلها جمعها في ماذا في سبيكة رائعة فلنقول أنه في ماء واحد له ذلك الصغير ولكن كان يتذوقون العرب كان يتذوقون هذه المعاني الموجودة على خلافه وأقسموا بالله جهد إيمانهم وأقسموا جاء بكل ما هو مشتهر القسم بالباء أقسموا بالله جهده كل الحرف جاءت ماذا على ما هو مأنوس الاستعمال وعلى ما هو كثير أقل مأنوس الاستعمال يعني كثير الاستعمال فتلاحظ بأنه كله جاء بألفاظ غريبة هذا يسمى ماذا اتلاف لفظ بلفظ اتلاف لفظ بلفظ إما أن تجمع في كلام واحد ألفاظ غريبة غير من الاستعمال أو أن تجمع بألفاظ بلفظ واحد ما يكون مثلا كثير أو أنه هذا هذا اتلاف لفظ مع لفظ نعم قد يكون اتلاف لفظ مع معنى يعني شنو اتلاف لفظ مع المعنى اتلاف اللفظ مع المعنى ها هنا أنه يتناسب اللفظ مع المعنى إذا المعنى لنفروف تتحدث أنت على معانا عظيمة ضخمة فتأتي بها بلفظ ضخم لا تأتي بلفظ رقيق ناعم لأن المعنى ضخم فلابد أن تأتي بلفظ ماذا كبير ضخم أيضا مثله مثلا على سبيل المثال بالنسبة على النفس أنه في عذابها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في جانب المعاصي عبر ماذا عبر اكتسبت زيادة في الحروف زيادة في المباني لأنه القاعدة إذا زدت في المباني في الحروف زيادة في المعاند تعطي زيادة في المعنى لأن المعصية تثقل تثقل الظهر ممثل الحسنة الحسنة هي تخفف عنك نعم لكن السيئة هي ماذا تثقل الظهر لكن عبر في جانب الحسنة بقلة حروف لها ما كسبت مناسبة بين اللفظ والمعنى مناسبة بين اللفظ المعصية لأن معنى المعصية عفوا ثقل المعصية معنى ماذا يثقل الظهر هذا معنى أنه تشق به النفس فناسب معه أن يأتي بحروف أزيد اكتسبت وعليها ما اكتسبت نعم مثلا في عن أهل النار أنهم يصرخون ما قال عنهم يصرخون إشارة إلى من إلى أنه صراخهم وصل وتجاوز الحد كبكبوا ما قال كبوا في النار كبكبوا إشارة إلى من شدة ونقمة العذاب وهكذا تعال إلى قوله في سورة القلم مثلا فلا تطع المكذبين في قوله تعالى نون والقلم ومسطرون ما أنت بنعمة ربك بن مجنون وإنك العالي خلون العظيم إلى أن قال في قوله تعالى مثلا ولا تطع كل حلاف فلا تطع المكذبين ود لو تدهن فيدهنهم ولا تطع كل حلاف شوف تعالى بهذا السطر ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير كل هذا السطر ألفاظه صياغ مبالغة تتناسب مع شدة جبروت وتغيان هذا وهو ذلك الوليد بن المغير تتناسب ماذا معه حلاف مهين هماز حلاف وهماز ومشاء ومنع كلها ماذا كلها ماذا أمثلة مبالغة هذا ائتلاف باللفظ لأنها كلها أمثلة مبالغة وإئتلاف ماذا بالمعنى لشدة طغيان هذا فلنقول يعني الجبروت هذا الذي حارب النبي صلى الله عليه وانه هذا يسمى إئتلاف اللفظ باللفظ أو إئتلاف اللفظ مع المعنى حسب المعنى الذي يحتاجه معنى رقيق تأتي بالألفاظ رقيقة معنا ضخم معنا كبير تأتي بالألفاظ هذا إئتلاف اللفظ مع المعنى وصل بنا الكلام إلى المحطة العقائدية ينسب إلى بعض علماء الشيعة بالقول بإمكانية سهو النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذا فضلا عن الأيمة عليه السلام كيف يمكن أن نرد على ذلك أو نفهم سبب هذه النسبة طبعا أول من قال بذلك لعله الشيخ الصادوق بل أستاذة من قبل شيخه ابن الوليد قالوا بإسهاء النبي لا بسهو النبي هناك فرق ما بينهما طبعا تبعهم إلى هذا القول الطبرسي في تفسيره مجمع البيان لعله فقط هؤلاء الثلاثة حصرا أما الأغلبية الساحقة من فقهاء ومن محققين الإمامية قديما وحديثا الشيخ المفيد الشيخ الطوسي مثلا سيد المتظل علامة هؤلاء على مستوى حتى بالنسبة إلى المتأخرين لعله يكاد يكون شبه إجماع قلت لك ما عدا هؤلاء الثلاثة أنهم قالوا نفوا عن النبي صلى الله عليه وآله حتى هذا الإسهاء شنو الإسهاء الإسهاء يفترق عن السهو أن السهو هذه الحالة التي كما طبيعية الطبيعية التي طبعا هي قد تكون مثلا ماذا من إسهاء مثلا قد الشيطان مثلا أو أنه يكون وما أنسانيه إلا الشيطان أنا أفكره مثلا نعم فهنا السهو ليس كسهونا وإنما إسهاء من الله بمعنى أن الله ينسيه أن الله ينسيه مو إلى أنه مثلا سهو طبيعي وإنما من الله تبارك وتعالى وما هي الحكمة جوزوا أن يكون إسهاء موسه لما أقول إسهاء يعني فعل متعدي إلى شخص آخر إلى آخر هو من يقوم به ينسبوه إلى الله تبارك وتعالى يسهي النبي عمدا والحكمة في ذلك حتى ماذا حتى ينفي إلى الناس ومثلا قد واحد مثلا كما صار في عيسى يعتقد بأنه ابن الله أنه هذا لا يخطأ كما أنه لا يخطأ أنه لا ينسى قد يؤله النبي صلى الله عليه والله والعادة بالله قد يؤله فيسهيه المولى تبارك وتعالى هذا ما قالتهم أنه إسهاء وليس سهو يسهيه حتى ماذا يعلم من يظن أو يتوهم بأنه فلنقول إله أو أنه لا حتى يطبق حتى الوظيفة الشرعية وهو سجود السهو كيف يكون لأنه لا بد أن يحصل هناك سهو حتى يحصل فهذا يكون إسهاء من الله تبارك وتعالى هذا المعنى كما قلنا الأغلبية الساحقة من فقهاء الإمامية ومن محدث الإمامية ومن علماهم نفوا هذا المعنى بأدلة عقلية سيد الكريم طبعا الشيخ الصادوق وشيخه من الوليد أنه اعتمدوا على بعض الروايات هذه الروايات حملت في كثير منها على التقية طبعا هي رواية واحدة صحية والباقي ضعيفة الروايات الضعيفة هذه تطرح لأنها تخالف كما قلنا الثوابت العقلية التي تدين بها والمصلحة الكبيرة المترتبة على أكس أحسد لي أنه لو جوزنا إسهاؤه تعالى إليه ليس سهوة إسهاء الله تبارك وتعالى إليه حتى يطبق الوظيفة الشرعية وهو سجود السهو مثلا لابد أنه يحصل لأنهم قالوا بأنه الرواية أنه في صلاة الظهر أنه سلم في الركعة الثانية وبعد أن انتهى نبهه الصحابة سجد سجدتي السهو حتى كأنه ماذا يعلمهم أنه كيف يكون سجدتي السهو هذا المعنى هذا جوزنا سيد الكريم وهو الإسهاء أنه لن تقضى الغرض لن تقضى الغرض بمعنى ماذا أنه بعد لا يحصل الوثوق لا يحصل الوثوق من النبي لا يفعل يصد لأنه يحتمال أن الله قد أسهل ليكون هذا الفعل قد أسهل أحسد وهذه طامة كبرى سيد الكريم هذه سوف ماذا تهدم الغرض تنقض الغرض ها هنا سوف لا يحصل الوثوق على أنه سيد الكريم روايات في النوم ليس في حالة اليقظة في النوم السنة روت قبل الشيعة أنه في رواية عائشة أنه قالت للنبي تنام بلا أن توتر فقال ينام عيني ولا ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي هذا في النوم أن قلبه الشريف لا ينام أن قلبه الشريف إنما هو يسبح بذكر الله وبحمد تريد في حال اليقظة أنه يسهو وإن قلنا بأنه إسهاء فهذا الإسهاء الذي قال به الشيخ الصدوك كما قلنا واتبعه الطبرسي وهذا الإسهاء سوف يفضي بنا سيدي إلى مشاكل وهو قضية نقض الغرض عدم حصول الوثوق حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد سيد كريم وقد يقول قال بي أنه هذا ليس في التمليق في الموضوعات الخارجية انجوزنا حتى في الموضوعات الخارجية بالتالي هذا أيضا يمكن أن ينجر حتى إلى من إلى أنه فقدان الثقة به بشكل عام سيد كريم أحسنتم صراحة السيد محطتنا الأخيرة هي محطة الفقهية اهتم الإسلام كثيرا بمسألة النظافة والشخصية وبشكل عام هل لكم أن توقفون على بعض ما ورد من مستحبات الزينة وتفاصيلها في دقيقتين يعني إن لم يكن نعم هناك مستحبات في النظافة وهناك مستحبات في الزينة طبعا مستحبات النظافة غير مستحبات الزينة مستحبات النظافة التي يقول عنها الإسلام تنظف فإن الإسلام نظيف هذه المستحبات في أولها سيد الكريم وهو قضية الاستحمام حتى ورد الروايات المادحة إلى الحمام نعم البيت الحمام يذهب بالدران يعني الوسخ ويذكر بالآخرة كلمة ماما كاميرا أمين من السلام والعالم يذهب بالدران يعني الوسخ ويذكر بالآخرة قضية إلى أنه طبعا لا على نحو الدوام بشكل يومي كأنه هذا يضعف الجسد ورد التعليل في الروايات ولكن أنه ماذا أنه ما تحصل به النظافة ما تحصل به ماذا أنه فنقول هذه الحالة من الانتعاش حالة من أنه انفتاح النفسية والقريح هذه حالة النظافة هذه فيستحب سيد الكريم أنه الحمام نعم بيت الحمام كما قلنا يستحب كذلك إزالة الشعر من المنطقة العانة ومن منطقة الأبطين هذه وردت في الروايات أنه مخاتل الشيطان مخابئ الشيطان يستحب بشكل أسبوعي ورد عنه كل أسبوع على الأم عليه السلام حلق الشعر حلق الشعر يستحب كذلك أيضا يستحب كذلك أنه الأخذ من الشارب يعني جز الشارب لا تطويل الشارب جز الشارب وإعفاء اللحة هذا أيضا طبعا إعفاء اللحة لا بقول المطلق بحيث تنزل إلى الصورة لأنه جاءت أنه روايات قيدت هذا الإطلاق إلى ما هو خفضة الكيف هذا كله سيد الكريم ما يتعلق بماذا جانب النظافة كله يستحب كذلك قضية تنظيف الأسنان والمسواك أنه بصلى الولى كان يقول ما لكم تأتوني وأسنانكم قلوا حن يعني شديدة الصفرة استاكوا هذا أيضا داخل في قضية ساليوم يعني عوضا إذا لا تريد أن تطيب النكة في المسواك وتنظيف الأسنان قضية الفرشات طبعا الفرشات غير المسواك لأن المسواك أيضا يعني له خاصية قضية تطيب النكة ها هنا هذه كلها في مسائل النظافة في مسائل الطيب في مسائل الزينة هناك مستحبات أخرى من أهمها ألا وهو التجمل لبس الثياب النظيفة سواء كان في حالة يعني الصلاة وفي حال غير الصلاة إذا في قولي تعالى مثلا أنه خذوا زينتكم عند كل مسجد سواء كان في المسجد أو بشكل عام يعني وأنت في البيت قضية إلى أنه التجمل سيدي لبس الثياب النظيفة قضية التطيب قضية الاكتحال قضية إلى أنه الحناء هذه كلها مستحبات داخلة في ماذا في سلك الطيب والزينة ناهيك على مسأل وهذه وتلك كلها إنما هي مقدمة إلى من إلى تطهير القلب لأنه إذا لم نستطع أن نطهر المملكة الظاهرية لا نستطع أن نصل إلى الفتوحات الباطنية شكرا جزيلا لكم سمحت سيد على هذه المعلومات وهذه المحطات الكبيرة التي نفعتمونا بها الله أفكركم سار أحمد شكرا لكم ونسيدنا ومشاهدين الكرام حياكم الله الله أسألكم وشكر لكم أحبة المشاهدين ونتمنى أن تكون محطاتنا في هذه الفترة وعلى مدى حلقاتنا قد نفعتكم وأضافت لكم الشيء المفيد والنافع وأن تكون صحبتكم لنا في هذه الحلقات ممتعة وطيبة ملتقانا وإياكم في برنامج آخر ومواضيع معرفية أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة